قبل مناسبة أن عندي طلب لدكتور مصطفى مدبولي وأنا عارف أنه هو مهتم بالحكاية دي جدا عادة الوجه الحضاري للقاهرة مدان العتبة الخضرة يا فاند والنبي يعني يا دكتور مدان العتبة الخضرة ده عايز نظرة وأنا عارف أنه هو أكيد موجود كده في البايبلاين يعني هو في الخطة بس يعني العمارة بتاعة تايرينج ولا تيرينج اللي هي في مدان العتبة الخضرة العمارة الحلوة الجميلة التحفة دي ولا العمارة اللي تحتها حلاوة يعني لا يحسب إعلان العمارة مش عارف اسمها إيه بس يعني مثلا ما هو مش معقول يبقى في عندي مبنى البوسطة والمطافي العظيم المهيب اللي تجدد وبقى زي الفل يبقى كده هو مثلا على يميني وأنا رايح ناحية الأزهر والحسين وعلى شمالي وضع مختلف خالص معلش يا دكتور بنتقل عليكو في الحكومة حبتين بس طموحاتنا ومحبتنا لبلدنا كبير شويتين برضو فأنا أستأذن أن احنا يعني لو يبقى فيه فرصة كده نبكر بعملية إعادة الوجه الحضاري لمدان العتبة الخضرة أبقى شاكر أنا وملايين المواطنين